حيو الهجل مغمراتية حي مركوب الثلائل ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات متابعين مستمعين الكرام الأفاضل حيكم وأرحب بكم وبحضراتكم بتحية الإسلام الخالدة فسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أرحب بكم وبحضراتكم بهذا الصباح الجميل مع تواصل هذه الانطلاقات وتواصل هذه التحديات انطلاقاتنا الخاصة في هذا اليوم بسن الحول والزمول تحديات ثمانية كيلو مترات انطلاقات هذه الأسماء الكبيرة انطلاقات هذه الشعرات يا سلام يا سلام وانطلاقات كبيرة هناك ومميزة تنطلق على بركة الله هذه الحول بانطلاقة جولتنا الثانية في صباحية هذا اليوم انطلاقة شوتنا الخامس على بركة الله الذي سيشهد هذه التحديات سيشهد هذه الانطلاقات انطلاقة شوتنا الخامس الحول المحليات اتابع انطلاقة الشوت ومقدمة هذه الاسماء اول هذه التحديات المركز الاول سرابة على المركز الاول ياسر بن سالم بن راشد الساعدي على المركز الاول منطلقا بحضور سرابة في شوت الحول المحليات الدور دور المركز الثاني لأتابع لعبي محمد بن سلطان بن سعيد المالكية تقدم وينطلق بالعبي على المركز الثاني والدور والنقل على المركز الثالث لأتابع شعار بن كليب القادم وبكل قوة مع نجلة وصلت نجلة واندفعت بهذا المستوى وبهذا الاداء وبهذا الانطلاق الكبير اسم كبير يتقدم في هذه اللحظات وينطلق بهذه الأثناء سيف بن علي بن كليب يتقدم وينطلق بنجلة يقدم لنا هذه الجميلة يقدم لنا هذه الكبيرة على المركز الثالث الشعار القادم والممثل لأبناء المدام المركز الرابع اتابع الشاينية الشاينية قادمة قادمة ومنطلقة وانبارك بسهيل بن محمد بالسلمي العامري على المركز الرابع يقدم لنا الشاينية المركز الخامس الضبي قادمة ومنطلقة بمستواها وبيادائها وشعار سعادة سالم براشد بن محمد النيادي يتقدم وينطلق بهذه اللحظات ويتجاوز إلى الثالث الأسماء أو ثانعامة بينما اتابع انطلاقة وحضور المركز السادس اللي تجاوزت وانطلقت حتى ان وصلت إلى المركز الرابع انطلاقة عزايم محمد بن حمد بن محمد الشامسية سلام يتقدم بعزايم عزايمها قوية انطلاقاتها كبيرة اتابع المركز السابع اتابع التحديات اتابع الانطلاقات وصلت وتقدمت الشاهنية انبارك بن محمد بن بشري الهام ليتقدم وينطلق على المركز السابع في هذه اللحظات اتابع الأسماء القادمة من الخلف حتى نتمم واكمل النداء الأول للمراكز العشر الأولى اتابع القادمون اتابع الواصلون المركز الثامن انطلقت ووصلت في هذه اللحظات القادمة في هذه الأثناء هي انطلاقة مياسة احمد بن ظان بن علي المنصورية تقدم بشعاره وينطلق هنا على مستوى ثامن التحديات بينما المركز التاسع العالي العالي هنا قادم بمستوه العالي مطر بن محمد بن راشد الخيال الطنيجي على المركز التاسع والمركز العاشر وتابع انطلاقة وحضور شوهين في هذه اللحظات سلطان بن محمد هناك بن خميس البادي يتقدم بشعاره وينطلق في هذه اللحظات هذه هي الاسماء يامن تتابع يامن تراكب لهذا التحدي ولهذا الانطلاق الاول ولهذا المستوى الكبير الذي تقدم هذه الحول الذي تقدم هذه الذلل بحثا عن الحوز بحثا عن الناموس الغالي في هذا الصباح ومع هذا الانطلاق الكبير وتحديات الثمانية كيلو مترات العودة يامن تتابع ويامن تراقب إلى مقدمة الشهود إلى الانطلاق الاول وإلى التحدي الاول ليتابع ماذا يجري وماذا يدور على أرضية الميدان ما بين هذه الاسماء الكبيرة وما بين هذه الاقطاب هناك القوية الحاضرة وبكل قوة المتنافسة المتصارعة من أجل الناموس الناموس غالي 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 على أرضية هذا الميدان غالي على أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة الانطلاق الاول والتحدي الاول والعودة من جديد إلى المركز الاول ليجد سرابة سرابة هي المنطلقة وهي المندفعة وياسر بن سالم بن راشد الساعدي منذ البداية وهو يسيطر على مقدمة الشهود من يوم ارفعه الستارت وهي راحت على صدارة الشهود راحت على المقدمة هناك تنطلق بانطلاقة كبيرة بينما اتابع الملاحقة اتابع الملازمة الضبي تنطلق وتندفع تتحرك بكل قوة تضغط وتشكل الخطر على المركز الاول غيرت وجاوزت في هذه اللحظات الضبي ضبي الفلى لتنطلق في هذه اللحظات بشعار سعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي يتقدم ويتجاوز الى صدارة الشهود يغير وبكل قوة المالكي قادم قادم وبكل قوة بشعارة على المركز الثالث يقدم مستويات كبيرة ينطلق المالكي القادم من السلطنة ليمثل ابناء السلطنة معاونا في هذه اللحظات لحظات تجاوزنا لجسر العبور تجاوزنا لوحة الثلاثة كيلومترات يا من تتابعنا ويا من تساير هناك ونعبية على المركز الثالث محمد بن سلطن بسعيد المالكي المركز الرابع عزايم 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 تقدمت عزايم انطلقت بهذا الأداء وبهذا المستوى وبهذا الشكل الكبير تنطلق هناك عزايم محمد بن محمد بن حمد بن محمد شامسي المركز الرابع وصلكم بن كريب ليتقدم مع نجلة أحد أقوى الأسماء واعتى الأسماء بهذا الشهود امقدم لنا نجلة 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 هناك تنطلق وتندفع بهذا المستوى الكبير على المركز الرابع سيل جارف من الأسماء يقترب في هذه اللحظات سيل جارف من الشعارات يتحرك في هذه اللحظات للحاق بانطلاقات المراكز الأمامية الكل يريد اللحاق بالظبي يا راعي الظبي بالانطلاقات شعارك يا النيادي والقادمة هي حشيمة ناصر بن محمد بن محمد بن غنام الهاملي بدأت تتزايد السرعات اخواني اللح المقدمة اشوف لي شعارات واصلة اشوف لي اسماء قادمة القادمة في هذه اللحظات شوهين سلطان بن محمد بن خميس البادي والقادمة غارة 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 شن الغارة بالاصلي شن الغارة بالاصلي مع الواحد الاثنين كيلومترات منصور بن حمد بن اصلي الشام سيتقدم وينطلق بغارة وشعار بن حمودة قادم الشعار الاقتصادي بانطلاقة الرباط شعار السعادة طراج بن علي بن حمودة الظاهرية تقدم وشعار السبوسي خوض الحذر من هذا الشعار قادم شعار السبوسي ومقدم لتركمان تركمان قادمة تنطلق بشعار احمد بن علي بن سلطان السبوسي شعار مكتوب بشاب السبوسي وصل يا أخواني ولكن وين وين الانطلاق الأول والتحدي الأول العودة إلى النيادي وإلى انطلاقة شعار انطلق النيادي تحرك بالظبي شعار سعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي انطلق بالك الظبي تحرك في هذه اللحظات المركز الثاني عزايم عزايم يما العزايم محمد بن حمد بن محمد الشامس انطلق انطلق على المركز الثاني ولكن 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 وصلت وصلت نجلة تقدمت نجلة لتتحرك بشعار بن كليب على المركز الثاني دخلنا أجواء الكيلو متر الأخير روح يلي تبت روح روح يلي تبي الفوز روح انطلقت الظبي الظبي وشعار النيادي منطلقا على المركز الأول ينطلق بكل قوة حاضرا بكل قوة يا سلام يا سلام يا سلام على الظبي وانطلق الظبي هناك بهذا المستوى وبهذا التحدي يا سلام يا سلام انطلق 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 الظبي روح يلي تبي يا النيادي انطلق النيادي ونبوه بالأسلي كادم أقدم بلسلي بلسلي وصل تحرك تحرك على المركز الثالث ولعج يا أخواني أصلي يا بلسلي أصلي يا بلسلي والنيادي النيادي ينادي بالفوز بالانطلاق جاوزهم بلسلي سلام عليك سلام عليك يا راي غارة جنة الغارة تلوى الغارة من أجل الفوز من أجل الانطلاق اندفع بهذا المستوى بهذا العرض الكبير سلام عليك يا رسلي سلام عليك يا مصور يا بلحمد يا بلسلي يا الشابسي يا مالك غارة النيادي يحاول يحاول من جديد بالعودة ولكن غارة سلام عليك يا راي غارة سلام هذا الفوز وهذا الانطلاق مظهور بن حمد بن رسلي الشامسي المركز الثاني انطلاقة الضبية سعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي قدمت مستوى وعرض كبير يهليق بالضبي وبشعارها المركز الثالث وصول عزائم محمد بن حمد بن محمد الشامسي والتوقيت الزمني اصنع عشر دقيقة ثلاثة واربعين ثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر